بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين أخواني وأخواتي الكرام اليوم نلتقي في سلسلة أحكام آية مع الآية الثلاثون من سورة البقرة نتطلق فيها لجميع الأحكام التجودية وذلك برواية حفص عن عاصم فبسم الله نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هيا بنا إلى الأحكام التجودية إخواني وأخواتي الكرام إذ بها همزة قطعية في حرف وحكمها التحقيق ويرع جريان الصوت في حرف الذال والحروف جمعها مرققة ناتي على كلمة قال قال بها حرف القاف مفخم لأنه طبعا من حروف خص صدق تنقذ ودرجته من الدرجة الأولى يعني أعلى درجات التفخيم لأنه أتي مفتوحا وجاء بعده حرف الألف وحرف الألف هنا مفخم لأنه تابع لما قبله إذا كان قبله مفخم فهو مفخم إذا كان مرقق فهو مرقق لأن الألف والراء واللام طبعا يأتوا مفخمين أحيان ومرققين أحيان على حسب موقعهم وعلى حسب العلامات العلامات تحريك وطبعا هنا مد طبيعي مقدار حرقتين اللي هو الألف عندي كلمة ربك الرأي هنا مفخمة لأنها أتيت مفتوحة والرأي قلنا إذا كانت مفتوحة مفخمة مضمومة مفخمة ساكنة ما قبلها مفتوح ساكنة ما قبلها مضموم الحالات دي بتبقى مفخمة وطبعا عندي باقي الحروف مرققة وعندي حرف الباق يرعى فيه التجديد ربك بياخد زمن أكتر لأنه عبارة عن حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك بال ربك متحرك بالضم عندي بعد للملائكة بها لام مظهرة قماريا وديت اللي عليها رأس الحاف الرسم العثماني وعلى سكون هنا في الشكل العادي وديت لازم تنطق بنسمى إظهار قمري وبها مد واجب متصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات اللي هي الألف حرف المد وجي بعد منه همزة لها سبب المد لأن طبعا حرف المد وسبب المد جوم في كلمة واحدة أو أتيها في كلمة واحدة التالي المربوطة اللي في آخر كلمة للملائكة بتبدأ الهاء في حالة الوقف ودي حالة من حالات الوقف اللي هو الإبدال وجميع حروف الكلمة طبعا مرققة ناجي لكلمة إني إني بدأت بهمزة قطعية في حرف طبعا حكمها التحقيق بها غنة فنون المشددة مقدارها حركتين هو طبعا مخرجة الخشو بها مادة طبيعية مقداره حركتين طبعا وقف النواصلا وجميع حروفها مرققة طبعا طرعا الغنة في حرف الفنون المشددة عندي جاعل فها مادة طبيعية مادة طبيعية مقدارها حكمها لو في الألف وبها غنة إخفاء في التنوين المضموم وصلا طبعا لو هنقف هنقول جاعل يعني نسكن فقط لو هنوصل يبقى جاعل في غنة إخفاء لأن حرف الفاتية بعد التنوين المضموم هو حرف من حروف الإخفاء فهنا يبقى لازم لها في ذلك الوقت غنة إخفاء مقدارها حركتين ومخرجها الخشو وطبعا جميع حروفها مرققة عندي فيه في الأرض أنا خدت على بعضها لأن فيه بينهم حكم عندي فيه بامد طبيعية مقداره حركتين وقفا لو هنقول فيه بس وبها التقاء ساكنين وصلا لو يبقى عندي فيه في الأرض الساكن الأول طبعا حرف المد بها التقاء ساكن وصلا يحزف الأجلي الساكن الأول لأنه حرف مد طبعا من قاعدة التقاء ساكنين أن الساكن الأول إذا كان حرف مد يحزف طبعا يرسم ولا ينطق فنقول فيه الأرض فيه الأرض دايما هنلاقي نفسي انتقلتي من الحرف الفاء حرف الفاء المكسور لإلا ما أقول فيه الأرض مد الياء بها همزة طبعا قطية في اسم حكمها التحقيق وبقى حرف الرأم فخم لأنه أتي ساكنا ما قبله مفتوح يبقى أنا عندي هنا في الأرض بتبدأ بهمزة وصلية كلمة الأرض في الأرض وفيه اللام هنا إظهار قمري وهنا طبعا قلنا التقاء ساكنين وحرف الياء اللي في كلمة فيه بيحزف وصلا فنقول فيه الأرض ما مننطقوش يحزف وده بيحزف لالتقاء الساكنين لأنه حرف مد ودي قاعدة من قواعد التقاء الساكنين عندي كلمة خليفة بقى حرف الخام فخم لأنه من حروف خص صدق تنقذ وتفخير من الدرجة التانية لأنه مفتوح طبعا وليس بعده ألف كمان بها مد طبيعي لو في حرف الياء مقدار حركتين لأنها أتيت ساكنة ما قبلها مكسور والتقاء المربوطة جلنا بتبدأ لها في حالة الوقف ويحزف التنوين طبعا إذا تم الوقف عليه وباء غنة إخفاء للتنوين وصلا لأنه أتى بعده حرف من حروف الإخفاء وهو القاف فنقول مثلا خليفة قالوا في الحالة دي ياتي التنوين ومعه غنة إخفاء أما لو هنقف عليه فنقول خليفة الحزف التنوين وبدلة التائل مربوطة هاء ودي حالة من حالات الوقف نأتي لكلمة قالوا قالوا بقى حرف القاف مفخم من الدرجة الأولى لأنه ضمن حروف خصة ضغط قض وقاتي مفتوحا وبعده ألف بقى مد طبيعي مقدار حركتين اللي هو الألف وبها الألف طبعا أفخم لأنه تابع لما قبله لأنه من الحروف الألف والر واللام اللي بتفخم أحيانا وترق أحيانا بها مد جائز منفصل وصلا لوجود حرف المد فنقول قالوا أتى جعل وده جائز منفصل لأن أتي حرف المد في كلمة وأتيت الهمزة سبب المد في كلمة أخرى فعشان كده سمناها مد جائز منفصل وليس واجب مد جائز منفصل ولذلك نجد هناك من يأتي به هناك من لا يأتي به نأتي بعد كده لكلمة فيها كلمة أتجعل بها همزة قطعية استفهامية وحكمها التحقيق طبعا وبها قلقلة في حرف الجيم لأنه أتي ساكنة وهو طبعا حروف قد بجد اللي هي حروف القلقلة وطبعا جميع حروف الكلمة مرققة عندي كلمة فيها طبعا فيها اتنين مد طبيعي المد الخاص باليا وده مقداره حركتين والمد الطبيعي الخاص بالألف ومقداره حركتين وطبعا حروف مرققة عندي مي من هنا عند النون ساكنة بها نون ساكنة طبعا يلزمها غني إطغام مقدارها حركتين واصلا بسبب الإطغام لأنه أتي بعدها حرف من حروف كلمة ينمو عندي طبعا ينمو اللي هي إطغام بغنة والرأ واللام ليس فيهم غنة وطبعا حروف الكلمة مرققة يبقى أنا هنا عندي نون ساكنة وقاتي بعدها حرف من حرف الإطغام يبقى فيه غنة إطغام مقدارها حركتين ومخرجها الخاشون فنقول إيه من يفسد من يفسد تمام ما نقولش من يفسد لأن من يفسد غلط لأنه عملنا إطغار وهنا الزام هنا بالإطغام عندي فيها طبعا عندي يفسد يفسد يراعى في نطق حرف الفا جريان كل من الصوت والنفس لأنه من حروف حثه شخص ونساها فعشان كده لازم يبقى فيه جريان صوت وجريان نفس فنقول يف نعم يفسد نبين كده طبعا فيه صفير في السين ولو وقفنا على الدال هنعملها قلقلة إن ما وقفناش عليها وتأننا مستمرين عن حركة بالدام وزي ما احنا شايفين وما بتظهرش فيها القلقلة وجميع حروفها الكلمة مرققة طبعا القلقلة تظهر أكثر في الحرف الساكن عندي فيها أخذناها قبل كده فهم الدين مادة طبيعية في الياء مقدار وحركتين ومادة طبيعية في الألف الأخيرة مقدار وحركتين والكلمات مرققة عندي ويسفك ويسفك ترعى صفة الصفير في حرف السين طبعا وخاصة إنه أتيها ساكنة فنقول ويسفك وجميع حروفها طبعا مرققة عندي كلمة الدماء الدماء بها همزة وصلية دخلت على قال التعريف تسكت وصلا وتثبت ابتداء الدماء لو جينا نقولها ويسفي كد دايما هتلاقي نفسك اتنقلت من الكافة المضمومة للدال الساكنة ويسفي كد اللي جبنا الألف ولا اللهم فالأولى الألف اللي هنكلم عليه الهمزة الوصلية طبعا تسكت لو جينا نبدأ بنقول أل 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 أد الدماء الدماء سوري اللهم هنا برضو مخفى شمسيا فمش هتأتي فنقول الدماء لا كأن ما فيش لهم خالص ولكن جيبنا حرف إيه جيبنا حرف يبقى قلنا يا إخواني الدماء بها همزة وصلية دخلت على قال التعريف تسكت وصلا وتثبت ابتداء آآ ولم مخفى شمسيا آآ اللهم ديت وهل جاء معرق خالص معناش لها رأس اللحاء ولا شيء في الرسم العصماني ودي معنانا شمسية والدليل عليها كمان الحرف اللي بعدها بيأتي مشددا وطبعا بها مد واجب متصل بمقدار أربع أو خمس حركات في حالة الوصل لو هنقف عليه بقى ست حركات ليه لأن اجتمع الهمز والسكون العارض وجميع طبعا الحروف الكلمة آآ مرققة يبقى عندي كلمة قد ما فيها مجموعة من الأحكام همزة وصلية لا مخفى آآ عندي حرف الدل مشدد عندي فيها مد واجب متصل اللي قلنا بنمده بمقدار أربع أو خمس حركات آآ واصلا وست حركات وقفا وعرفنا السبب عندي كلمة ونحن يرعى طبعا في حرف الحائل التي أتي ساكنا جريان الصوت والنفس لأنه من حروف فحثه شخص ونساه آآ وجميع حروفها طبعا مرققة وليس فيها من أحكام أخرى عندي كلمة نسبح عندي نراعى السين طبعا نراعى صفير حرف السين وعند الباق ديت حرفه مشدد طبعا عبارة عن حرفين أحدهم ساكن والآخر آآ متحرك بالقاس نسبح عشان كده لازم ندهى إيه الوقت بتاعها وجميع حروفها آآ مرققة عندي كلمة بحمدك آآ جميع حروف الكلام مرققة وليس فيها من أحكام آآ نفس الكلام ولكن المين ساكنة برضو بندهى زمنها لأن عارف الساكن بياخد زمن أطول عندي ونقدسوا لك كامل الغاف هنا حرفه مفخم من الدرجة الثانية لأنه أتيه مفتوحا ليس بعده آآ آآ الآف لأنه من حروف حسن ضغط southern ولأنه أتيا طبعا مفتوح وليس بعده آآ الغاف وراءة تجديد في حرف الدال لأنه عبارة عن حرفين في ياخد زمن أكثر حرف ساكنة آخر هما آآ والآخر متحرك بالكسر وباقيت الحرف طبعا يلزمها الترقيق آآ عندي كلمة قوالا القاه حرف آآ مفخم لانه من حرف اه قصة ضغط انقض ومفخم من الدرج الاولى انه مفتوح ما بعده ايه? الف. وطبعا حرف الالف مفخم لانه تابع لما ايه قبله وبه ماد طبيعي مقداره حركتين. عندي اني اني هنا اه تاني مرة بيجينا ولكن فيها حكم زيادة اني اه با همزة غطية محقاقة وده قلنا سابقا با قلنا في النون في النون المشددة ودي مقدارها حركتين ومخرجها الخيشوم نقول اني تمام. وبها ماد طبيعي مقداره حركتين وقفا لو هنقف ندول حركتين. طيب ولو هنوصل ماد جائز منفصل واصلا يومد مقدار اربعة وخمس ايه حركات. طب ليه? لان جي بعد منه همزة في الكلمة التي تليل هي كلمة اعلم. وطبعا جميع الحروف المرقاق. فلو هنوصل لو هنوصل نقول ايه? اني اعلم وهكسك. عندي كلمة مالة فها ماد طبيعي. اه بالاول اه طبعا عندي كلمة اعلم. اه عندي فيها همزة غطية محققة. ويراع توسط جريان الصوت في العين طبعا لانه من حرف اللي انا او مر حرف التوسط. فلا يجري بكماله ولا نحبس بكماله. لا يجري بكماله فيكون فيها رخاوة. ولا نحبس بكماله فيكون فيها اه شدة. فبالتالي نقول اعلم اعلم نجي كده بحالة التوسط. اه ونطلع الان من مخرجها ونحرس عليها ونحرس على صفة اه التوسط اه فيها. وطبعا حروف ايه اه مرقاقة. عندي بعد كده مالة اه بقى مادة طبيعي مقدور حركتين في الالف في اللي هو في كلمة ماء. وعندي لا برضو نفس الكلام مادة طبيعي مقدور حركتين وطبعا الحروف هنا مرقاقة. اه عندي اه تعلمون جميع حروف الكلمة يلزمها الترقيق لان ما فاشه ولا حرف من حرف خصة دفت انقذ وما فاشه ولا اه حرف اه عليه حكم للرا ولا الالف ولا اللام. اللام طبعا تأتي مفخمة فقط في لفظ الجلالة الان لم تسبق بمكسور. فبالتالي اللام اه دايما مرقاقة معدى لفظ الجلالة لحالة خاصة. اما الالف بيأتي تابع لما قبله والرا لها حالات. طبعا هنا ما فيش رأي يبقى هنا جميع الحروف يلزمها الترقيق. وبقى مادة طبيعي اللي هو الوا ما اقدره حركتين. طيب لو هنقول بقى اعلموا بما لا تعلمون. لو هنقف عليها. يبقى يوقف عليها كوقف عارض لسه يكون بالاسكان فقط. ليه? لان الحرف الموقف عليه اللي هو النون. اتي مفتوحا وطالما يجي مفتوح يبقى فاسكان ليس فيها اشمام ولا روم. وبقى سلاسة اوجه طبعا هي القصر والتوسط والطول بسبب وجود حرف المادة اللي هو الواطن. وطبعا طرعا صفة التوسط في العين اللي قلناها سابقا لان العين اتيت ساكنة. بكده اخواني واخواتي الكرام يكون انت اه شرحنا لجميع الاحكام التجودية التي وردت في الاية اه الثلاثون من سورة البقرة. الان نلتقي اخواني واخواتي الكرام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة.